موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت السمة العامة للمشهد الداخلي انتظار على كل الجبهات السياسية الانتخابية المالية والاقتصادية ولعل أبرز انتظار هو انتظار أخبار الرياض إضافة لإقفال باب الترشحات للانتخابات النيابية بعد يومين أيوم الثلاثاء المقبل والتي يتوقع أن ترتفع إلى 600 مرشح. صباح الخير مع الوزير الأستاذ نبيل دوفريج. صباح النور وسهلا بك هذان الموضوعان الرئيسيان في حلقة اليوم إضافة أيضا إلى إشارة لبراءة الممثل والمخرج زياد عيتاني التي ظهرت بالأمس دعنا نبدأ من أخبار الرياض لأنه اليوم كل شيء متوقف نبدأ بقصة زياد عيتاني أهم أهم من أخبار الرياض أخبار الرياض ما أحدا عنده إياها أخبار الرياض ما أحدا عنده إياها إلا دولة الرئيس الحريري بعد ما رجح حتى نقضي زيبنا نقضي نحلل شو حكي وصوه ما حدنا بيقدر إذا بدنا نبلش بصورة بصورة رئيسي جريد المستقبل ما هذه صورة تويتر صورة السلفي للرئيس الحريري مع ولي العهد السعودي وشقيقه السفير بواشنغون نعم وملش بتتعليقات الصورة بتحكي بتتعى التويتر لا ما تبع ما صار لي بعد تبع التعليقات أنا بتتعى التعليقات شي بيقرف من قبيل ماذا أنه عم بيحضروا مع الأمريكان شي ضد المدرش والأمريكان عم بيجيبوا سعد الحريري مع ولي العهد حتى يحضروا مؤامرة إمبريالية أمريكانية صهيونية ضد حزب الله ما مش جديد هذا الخطب وحيات الله ما زهقوا الناس ما زهقواها للناس ما شافوا كمان بالنهاية الرئيس الحريري شو عامل للبلد يعني ماشا الحال سنرجع لك إذا بدنا نقرأ من الصورة بما أنه اليوم حتى خبر جريدة المستقبل بس كان فيه إشارة للحفاوة الملكية وللحفاوة الأخوية يلي كانت طاغية على أجواء زيارة أرياض وشفنا بهذه الصورة يعني إذا ما نقرأ من الوجه مش عم نبصر بس كما يبدو هل تقول فعلا الزيارة أنها كانت جيدة يعني أنا فكري أنه على صعيد الشخصي أكيد أنه كان فيه جليد وهلكالجليد انكسر وانكسر منيح يعني داب هلأ على صعيد المواضيع اللي حكيوا فيها حقيقة أمني عارف شو المواضيع حسب رأيي أنا ما رأيي فاته كتير بقضية الانتخابات النيابية والتحالفات ما بظن أنه مملكة العربية السعودية عم بتفوت بهالتفاصيل بلك عندها تمنيات كذا بس بيش أنه عم بتلح بها الطريقة رأيي أنا أنه الرئيس الحريري لأنه الهاجز تبعه الكبير هو الوضع المالي والوضع الابتصادية تبع البلد نعم كل هدفه أنه ترجع العلاقات مع المملكة العربية السعودية كما كانت يعني أنه المملكة العربية السعودية كانت من قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري شو بدي أنا بل كانت عطول تدعم الدولة اللبنانية مين ما كان بالحكم نعم مين ما كان رئيس الحكومة مين ما كان رئيس الجمهورية ما بحياته اجده دعمة حزب لا قبل الحرب ولا اثناء الحرب الاهلية انه عم تدعم هالدولة اللبنانية لانه بتعتبر استقرار هالبلد كمان من استقرار المنطقة يعني ولعدة اسباب مش هنفوت فيها هلأ بس النتيجة هي ايجابية للبلد بما انه نحن على بواب مؤتمرات بده تسير ان كان بالنسبة للاجئين السوريين اما ان كم لتسليح الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة اما بالنسبة اكيد للوضع المالي ووضع اقتصادي البنية التحتية اكيد المملكة العربية السعودية بكل مؤتمرات باريس واحد باريس دين باريس ثلاثة كانت مساهم الاساسية باركي هلأني مع عودة هالعلاقات ما خاصة انه عم نشوف برميل النفط عم بيرجع بيطلع شوي معنى ان المملكة العربية السعودية عم ترجع اذا بدك يفتلى المصاري اللي كان يفتلى قبل باركي اقل شوي رح تقدر تدعم باركي قصة من هذه المشاريع اللي انا عنديها هون والمشاريع اللي بده يتقدم بمؤتمر سادر يعني اللي كان بريز اربع صار اسمه سادر هوه CONFERENCE ECONOMIC DEVELOPMENT REFORM EENTREPRISE مشاناك ساموه سادر بس هو واحد بفكر لانه سادر تروس سادر دوليبان للبنان بس سادر هيه CONFERENCE ECONOMIC DEVELOPMENT REFORM وEENTREPRISE الريفورم هي اساسية الاساسية هو الريفورم بقى حال هيدا الموضوع رح اتوسع فيه بالقسم الثالث بس لحتى منضيع عن الموضوع السياسي وقت الاوسط لان الموضوع هيدا انا رأيه اساسي بالمحادثات عمسيه بسعودية بسعودية لانه اللي بدي ايلك هي انه هالمشريح هيدا ب16 مليار دولار على عشر سنين هل اندرست مع 1200 بلدية في لبنان بلدية وحمد الله انه ما اتصلوا بالنواب لانه كل نيب كان طلب يا رطيف بلديات كانوا خلو اسمه هيدا في عندك الكتاع الخاص بده يفوت فيه وزر القطاع الخاص بده يفوت فيه ملكة فيه مستثمرين عرب حابين يجوا ويستثمروا بها الموضوع باي حال متل ما قلتلك مع الوزير تلت قسم رح يكون مخصص لدراسة يعني البحث واسمع رأيك بكل هذا الملف الاقتصادي ولكن وقت اللي بتقول اوساط المستقبل الجمهورية انه الامور كلها على افضل ما يكون مع الرياض بتتوقع انه يكون في ترجمة فهور عودة الرئيس الحريري لهذا الامر هيك انا كلمة اوساط ومصادر موفوقة ومددش وانا ما كتير اللي سقة فيها لانه انا من الجيل اللي سمعت كتير بالحرب وبعدين عندي خبرية اكيدة وسمعت من مصدر موفوق وكذا انا سخصيا ما رح بقدر اعرف على المظبوط ما هي هذه النتائج الا ما يرجع الرئيس الحريري وفعلا نسمع منه الباقي صدقيني ما تطلب من النفوط لانه حقيقة بكون عم بدرب بالرمل غسان حجار اليوم بالنهار قال انه الرئيس الحريري رح يرجع اقوى من مكان لانه اثبت انه هو حاجة ولا بديل منه في الداخل يهادن ولا يتنازل يستمر بربط النزاع مع حزب الله وغيره بانتظار ما ستقول الي حروب المنطقة كلها وبعد ما اقتنعت السعودية بانه المواجهة لا تقع فقط على عاتق الرئيس الحريري انا اكيد بيه بالبيه ما في شك انه الرئيس الحريري من وقت ما راجع اخر مرة من السعودية راجع اقوى من المراحة ما في شك وهلأ طالما العلاقات عم ترجع من تأمل كما كانت كمان هاي دي رح تقوي اكتر واكتر اذا بدك بالشارع اللبناني انا بقولها منيح بالشارع اللبناني وليس بالشارع السنة فقط انا عم بحكي بالشارع اللبناني لانه بالنهاية اللبنانية كلهم هاي اللي عم بيشتغلوا بالمملكة العربية السعودية اما اللبنانية اللي عم بيشتغلوا ب بدوباي بابوضابي بكل هالدول بالكويت كلهم هاي اللبنانية مش من طائفة وحدة هاي من كل ال وكلهم حابين انه العلاقات تكون منيحة كلهم اذا انطلاءا من ذلك معالم المرحلة الجديدة في علاقة السعودية مع لبنان بشكل عام وبشكل خاص مع الرئيس الحريري مع الدولة اللبنانية مع سعد الحريري ما عم نقول في مستويين أنا شخصيا مع الدولة اللبنانية وهذا هدف الرئيس الحريري معالم المرحلة المقبلة نحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عما شاهدناها بالشهرين الماضية لكن مش مرحلة جديدة ممكن ترجع الأمور مثل ما كانت قبل قبل الشهرين وترجع الأمور علاقات من دولة لدولة ما بحياته كان فيه أكيد العلاقات الشخصية بتساعد يعني أنه الرئيس الله يلحمه رفيق الحريري هالعلاقات الشخصية اللي كان عنده إياها إن كان بالمملكة العربية السعودية إن كان بالدبي إن كان مع الرئيس الأمريكاني إن كان مع الرئيس الشراك الرئيس الشخصية ساعدت حتى تساعد البلد ما ساهمت حتى تساعده شخصيا ساهمت تساعد مؤتمر بريس 1 مؤتمر بريستان وكل هالأمور صارت لأنه بس هاي دي المؤتمرات كانت لصالح البلد ما كانت لصالح رفيق الحرير إضافة للوضع الاقتصادي اللي عم تعمله إشارة وللأمر السياسي أيضا يلي مهد لهالزيارة بحسب مقالن أولى نصيف ضعف بفريق 14 أدار ضعف قدرته على خوض انتخابات أيار مقابل تماسك الفريق الآخر وحصوصا حزب الله إلى أي مدى تميل معالي الوزير للاعتقاد أنه هذا الأمر هو كمان بجزء من خلفية المشهد السعودي اللبناني يعني في كتير محللين ريد أنه كتبوا هيك ممكن مش عم قول أنه بجزء ممكن أنه بدون يجربوا لأنه كانوا شايفين أنه الخط السيادة هذا الخط كان فعلا يعني أنه كان نموذج للوحدة الوطنية ممكن يجربوا يكون عندهم تمني حتى الخط السيادة يرجع شوي شوي ويرجع يخر ويلعب دوره كما يجب منذ ما يكون فيه تطرف من جهة كيف ممكن يترجم هذا العمل أنا شكرا هذا العمل حتى يترجم ما باعف إذا بيقدر يترجم آخر يومين من الترشيحات النيابية أما شيء لأنه أنا بيعتبر أنه تأخرت العملية يعني ممكن يعني بالنهاية الهدف أنه الهدف أكيد واضح أنه حزب الله ما يقدر يسيطر على البلد نعم رسميا اليوم ما في شك أنه حزب الله مسيطر على كتير ملفات للبلد بس مش رسميا مسيطر لأنه عنده سلاح أسلاح موجودة مش معناه أنه ما يستعمل إذا كان إذن رسميا أو مش رسميا بالنسبة لقيله مهمة بالنسبة لقيله بيقول أنا كل طول حياتكم تقوله كذا كذا يعني ترجع سماحت سيد حسن نصر الله قبل انتخابات لألفان وتسعة إذا بتتذكري شو قال قال نحنا علنانا على التليفيزيون اللي بيربح اللي بيربح بيكون عنده الأكترية بيقلف حكومة والأقلية بتقلف المعارضة داخل البرلمان ليش حكي هالكلام حكي هالكلام لأنه كل الأحصاءات كانت عم بتقول إنه 14 قدر مش هتيخد أكترية نعم وتلأجت النتيجة عكس ما هالتوقعات و14 قدر أخذت الأكترية إذا مذكر الرئيس الحريري كلف ما قدر ألف حكومة من لون واحد طيب شو بيبنا عيد كذر المشهد رجع استقار رجع تكلف تاني مرة من شان حكومة وحدة وطنية ورغم هيك سقطوله حكومته طيب هي أنا اليوم بمكن إذا ربحوا الانتخابات يقولوا والله هيدا الديمقراطية فالأكترية تحكم والأقلية نعم بس عم تحكي وكأن كل فريق بعده مع فريقه ولكن ما نراه على الأرض معاكس تماما هيدا انتخابيا يعني التيار الوطني الحر هيدا انتخابيا إيه بس سياسيا تعتقد إنه بعده مع حزب الله كيف يعني مواقف الوزير جبران بسيل الأخيرة اللي شفناها على مدى يعني بأكتر من محال مواقف طيار المستقبل بإزاءة طيار الوطني الحر هيدا مش بس بالتحالف انتخابي هو تحالف إذا بدك هذا تحالف داخلي رغم خلافات سياسية تتعلق بالخارج هيدا إذا بدك القرار اللي أخذوا طيار المستقبل نعم من شان إنه سياسة النقي عن النفس ونقدر كلنا سواء نتفق على ملفاتنا الداخلية وعلى خلافاتنا الكبيرة يلي هي خلافاتنا خارجية مالنا داخلية أوكي يعني تدخل حزب الله بالسورية باليمن بهالأمور كلها يلي انتو كطيار وطني حر مركمة ما باري بس نحنا تعود نشوف نعم كيف بلبنان نقدر نحيد لبنان عن هالكرة النارية الموجودة حولنا هيدا الشغلة الوحيدة بس مش معناتها أنه الخلافات اللي أساسا هي خلافات مالنا موجودة بعدها موجودة هلا كل القصة هلا كيف بديك تربط النزاع كيف بديك تعملي طريقة أنه نظلنا نحنا بوضع مستقر بلبنان وخلافاتنا بما أنه ما فينا نحلها سواء بلبنان وخلافاتنا معلقة بالحل الإقليمي الحل تبعا بالحل الإقليمي ننطر الحل الإقليمي بهالوقت ما نفوت لبنان مع معاقلة أول ما إلا أول ما إلا أخير فإذا شو مصلحة مش معناتها أنه بالسياسة أما بالمواقف التيار الوطني الحر صار بعيد عن حزب الله إيه بس شو مصلحة التيار الوطني الحر يتموضع بمحل معين مع حزب الله بالمرحل اللي ألمقبله سيما إذا يعني كان كما يقال هدف الوزير جبران بسيلم الأول للآخر هو بعدين رئاسة الجمهورية يعني مش مصلحة يكون بمحل ضد محل آخر يعني بالنهاية الوزير جبران بسيلم مش هو لحاله بيقرر يعني وزير جبران بسيلم بالأول بده يؤمن نيابته أم أوكي ومشان هيك هالقانون الانتخابات طلع شوي أعواج في محلات الصوت التفضيل يبيطلع بالمحافظة محلات تانية بالقضاء محلات يعني من شان تشوفي مين بده يطلع يقدر ياخد صوت تفضيل واضح أنه هالقانون منه هالقانون الفضيل واضح أنه من شان بعض الأشخاص اللي سقطوا بالانتخابات مرتين وثلاثة يقدروا يكون عندهم حظ أقوى بكتير أنه يطلعوا هالقانون مع أنه هلأ يقال أنه هالقانون رح يكون فيه عنده كتير مفاجآت ممكن يكون عنده مفاجآت وبتأمل أنه يكون فيه مفاجآت كتير وخاصة مفاجآت بالنسبة ل يعني أنه بركي ناس غير تقليديين بيفوتوا على مجلس وبيعطوا نوع من الحيوية أكثر للحياة السياسية باللبنان المفاجآت بدأت حتى قبل ما تصير الانتخابات يعني بداية من خلال عزوف شخصيات مرموقة كانت بالمجلس الحالي بالتشريع عن الترشح ومن خلال أيضا عدم ترشح كمان يعني شخصيات أخرى حتى الساعة معالي الوزير حددتك ليش بعد ما ترشحت أنا بتعفي أنا بالنسبة لإلي منتمي لطيار اسمه طيار المستقبل نعم اللي عم بيعمل تحالفات وكذا طيار المستقبل إذا طلب مني اترشح اترشح وإذا طلب مني إنه ما اترشح ما رح بترشح عليها هيني كتير ما بتفكر إنه ما بقى في وقاتي يعني بقى فيه يومان بس تنين تلاته من هلأ من هلأ تنين تلاته ببين كل شي حدد الوراء ما بدا شير وراء مش قضية الوراء قضية قضية رحلك شغلة النهاية يعني النيابة ما أنا مكتوبة إلى أبد الأبيضين لشخص نعم أوكي وحتى لو هالشخص إنه قدر قدر اشتغل خلال هالسه الفترة اللي كان فيه نايب أما وزير أما البدكي وكل تيار عم بيعمل حساباته بتحالفاته بتعرفي أكيد إنه التيار الوطني الحر أما الكوات اللبنانية يلي هني بيعتبروا حالهم إنه هني بيمسلوا المسيحية أكتر شي باللبنان يلي أنا مش رأي هيك صار لهم من سنة 2008 عم بيطلبوا مقعد الأقليات نعم انت بتعرفين إنه تفاهم الدوحة 2008 تأخر 24 ساعة من وراء مقعد الأقليات مقعد الأقليات كذب بدوا ينقل على الدائرة الأولى بدوا ينقلوا بدوا كذا يا لطيف ملا معارك عملوها ونيكة من شان ينقلوا من شان كذا بينا 24 ساعة زيادة بتضوحة وقتها مع الرئيس الحريري الكرمال مقعد الأقليات وقد انزل أنا يقعد باللوبي طبع القتالي طلعوا فيه إنه يا عم بنا نرجع عبيروت كله كرمال كن باقيين هون يعني ما بعرف هالمقعد سوه شي في شي شي هذي منيحة هذي شغلة منيحة بقى هلأني بدك تشوفي إذا الرئيس الحريري وافق معهن إنه بالتحالف في مقاعد هو بده يجرب ياخدها لإله وبقعد الأقليات بتنزل عنه لغير ناس هذي أمور بتتعلق بستراتيجية الأحزاب وأكيد بطريقة التفاوض حتى بالأسماء معالي الوزير يعني كلها الأسماء المطروحة على لائحة المستقبل المستقبلية كلها أسماء جديدة هو الرئيس الحريري ما تنسى إنه الرئيس الحريري صار هلأني في حالبة لبنان اسمه حالة سعد الحريري نعم عم شوي شوي إنه مضموط بيضلوا ابن الشهيد بس شوي شوي عم بيقلف الإكيب تبعيته يلي هي أكيد بتكون متغيرة شوي عن الإكيب تبع المرحوم والده شي طبيعي يعني صدق 18 سنة استشهد الرئيس يعني وما بيقدر يضلوا ممكن مع نفس الأشخاص رغم إنه هلأ حوالي في شخص أما شخصين من التأم الأدهم وأنا حسب رأي لازم يغيرهم لازم يجيب ناس كمان جداد حيك المرحلة الجديدة ورأيي أنا لازم يسمع كتير كمان من ناس أكتر الله يرحم ورافق الحريري كان عنده ميزة فظيعة وبتأمل إنه دوت الرئيس يكون ساعد الحريري يمشي بهالبال ونهلأ ورايح ما في حدا ما كان يتسمع له رفق الحريري بس بالنهاية كان هو يقرير ما في حدا ما كان يقلك أنا مستشار الرئيس الحريري وبالنهاية ما كان عنده مستشار بالنهاية يتسمع يركب فيلتر يخلي اللازم يخليه والباقي يشده هيدا اللازم تبدك تسمع لكل الناس ممكن حدا يعطيك فكرة منيحة ممكن حدا يعطيك أفكار عاطلة عليك أنت تجي تشوفي وتقدري تغرب لي بهالغربال الرائكب بالخاع جوه شو هاللي عم بيقولولي هاللي بينفع وشو هاللي عم بيقول ما بينفع بخلي شي قليل بلك 10% من هاللي قلتي ليه بيكون عظيم 90% لأ أنا بخليه لشناكي أنا هيدا قضية مستشارين وما مستشارين ما كتير بحبه أساسا وقتا كنت بالوزارة ما كان عندي مستشارين مستشارين خلينا نبقى بالانتخابات حيث هلأ لكل نطرين الرئيس الحريرة لحتى يعرفوا كيف ووين بدون يتحالفوا يعني مش بس كل التيارات حيئة التحالفات قريبا صارت مبينة مش لا مش واضحة يعني أعطينا تعليقك بعد ما نشوفها الكاريكاتور لغانم وهي ربما تصور المحاولات يلي تعتبر يأسي بمحل معين للالتقاء حول تحالفات معينة عم بيجربوا انه يلتقوا مثل البالانسوار بيجعوا بعضا بيبعدوا مين ممكن يكونوا هول الشخصين يلي صوروا نغانم كتير مبطار ما هون المشكلة خلينا جوابين هيدا المشكلة المشكلة انه عم نسمع بوسائل الإعلام انه في أحزاب أما طيارات أما البدكي بدهم يتحالفوا على القطعة يعني ببيروت بتحالف مع فلان مثل البلاديات بزحلة مع غير أنا بدأتحالف مع فليتين بترابلوس بعكار بدروان بدأتحالف مع غير ناس وكذا بالنهاية لشو التحالف أنا هيدا رعم قوله أنا كنت بفضل أنطيار المستقبل إذا بيقدر يرشح لحاله مثل ما حكي الرئيس الحريري أنه ما يكون في تحالف ما أرأس تبعد هذا الاحتمال ما بعرف أنه تكون له لوائح لوحده أنا ما بعيد خبر مش عم بلاحق القصة بس رحقلك شغلة بالنهاية أنت وقت بتترشع على انتخابات وخاصة بالهدف يلي نعمل من أساسه القانون مثل ما بيقول جبران باسيل القانون نعمل من شان نعود اللبناني يصوت للوايح وليس لأشخاص يلي هي حسب رأيي مش مظبوطة لأنه بالصوت التفضيل عم بتصوتي لأشخاص لأشخاص يعني هالكلام بيتناقض ملايش لأنه نسبية بالنسبية بتحطي ليحة شو معناتها ليحة ليحة معناتها بروغرام معناتها برنامج انتخابة معناتها رؤيتك للمشاكل الاجتماعية مشاكل اقتصادية مشاكل بيئية كلنا لزي كل واحد كل حزب لزي يكون عنده برنامجه طي يقول للناس أنا هيدا برنامج برأيك الناس بيتطلعوا على البرنامج بس بدون يختاروا قلت لي فيه ليحة إيه قلت لي فيه ليحة وشايفين حالهم انه بجبوريني يصوتوا للليحة بدون يسمعه وساعدتها للشغلة وقلت لي كان فيه شخص عم يترشح ممكن لا لأنه شخص لحاله بيقولك أنا هيدا برنامجي شو بقدر أعمل أنا بنجامل أنا واحد من مئة وثمانة وعشرين خلينا ناخد بريك فاصل إعلاني ومنرجع نكمل بنفس هيدا الموضوع يعرفوا الناس ضروري لحظات إذن ونعود لمتابعة الحلاء إذن خمس لوائح تتنافس في بيروت الثانية والمعركة على الحاصل وعلى الصوت التفطيلي خلاصة مقال لمحمد شئير اليوم بجريدة الحياة بيقول فيه إنه تقريبا صار مؤكد إنه الدايرة الثانية ببيروت حتكون فيها معركة انتخابية حامية تتنافس فيها خمس لوائح حتى الساعة شي مكتمل وشي ناقص وغيره يعني الأمور مفتوحة على عدة احتمالات قبل البريك كنا عم نحكي عن البرنامج كنا عم نحكي على برنامج اللائحة هالقنون هيدا وقت اللي في عندك نسبية معناتها بدك تصوتي للائحة مفروض إنه هاللاحة هيدا يكون مألف من رؤية وحدة وإذا كان حزب وبدو يترشح بكل لبنان سعبة تجي تقولي أنا بدي أعمل تحالف انتخابي مع فلان ببيروت مثلا ورجع أعمل تحالف اللي عنده غير برنامج اللي أنا ضده ببيروت بدي أتحلق معه بغير منطقة بغير برنامج حتى بيضيعوا الناس إنه يخي شو برنامجك مفروض إنه العالم تصوت هون للبرنامج وليس للشخص فإذا أنا رأي من شانك أنا الطريقة الوحيدة إنه كل حزب أما كل مجموعة عندها تعمل هي كانت لو قحها بالمناطق هاللي هي بتلاقي فيها تربح أما حتى بغير مناطق عارفة حالة حتخصى حتى توصل المساجة البرنامج بقصد السياسي أم الاقتصادي تعمل برنامج برنامج السياسي الاقتصادي رؤيتهم لدور الدولة بلبنان هالدور الدولة بدي تكون هي بتعطي خدمات للناس أمار كتاع الخاص بشركة عندك 500 مليون قصة اليوم ضمان الاجتماع شو عم بيصير فيه كله بدون حتى هذا بالبرنامج صحيح معالي الوزير إنه الرؤية بخصوص هالمواضيع باستثناء الشق الأقليم من الأزمة اللبنانية الطيار الوطني الحر هي أقرب ما يكون لبعضهم يعني الرؤية الاقتصادية المالية مزبوط إذا مذكري بالألفان وخمسة وتترشحوا على انتخاباب الشباب بالطيار الوطني الحر نعم نزلوا كتاب أورانج على البرنامج الاقتصادي الكتاب بعدين سحبوه من السوق هيدا الكتاب شو هو هو إذا بدك صورة طبق الأصل عن برنامج طيار المستقبل الاقتصادي طيب يعني رجعوا مياه وقت يعني يعني الله يوجه له الخير قاعد هلأ بواشنغتون الوزير جهاد أزعور نعم هو اللي كان محضر هو اللي عمل كمباريزون بين اتنين شايفه نه نفس الشي نعم والعملية بعدين لأنه صار فيه أسباب سياسية ساحبه البتاني وصار إبراء مستحيل مش بس كتاب صار في كتاب تاني يالي تهمونا نحنا بكل شي اسمه فساد وكذا هيدا كله اسمه سياسة بس أنا بسميها سياسة رخيصة طيب بس هلأ اليوم نحنا عمام صفحة جديدة اليوم صفحة جديدة يعمل لك اليوم إذا فيه متفقين على البرنامج الاقتصادي يعني بعطيك مثل المؤتمر اللي بده يصير سادر عم نحكي عنه نعم بعد يومين فيه بفندق كبير ببيروت مؤتمر لا يقدروا يسوقوا هال المؤتمر سادر عند الكتاع الخاص أنا إجاني نسخة عن كل المشاريع هاللي بده ينعمل الوزراء كلهم بده يحكوا الوزراء المعنيين يعني وزير المالية بده يحكي وزير الأشغال بده يحكي وزير الطاقة الكهرباء بده يحكي اللي كلهم من عدة فرقاء لهيقى متفقين على هالبرنامج حتى مع القوات اللبنانية يعني ايه القوات اللبنانية أكيد لأنه رحقلك شغلة الشغلة المنيحة بهال بهالبروغرام هيدا هالستعشر مليار دولار بدون يجو على عشر سنين اوكي من شان ميتان وخمسين مشروع ولا البنية التحتية اللبنانية بكل هيدا المشروع حتى تشوفي شو حاجات لبنان الفريق العمل تبع الرئيس الحكومة يلي أنا بهالنية على الشغل العظيم هني والبجلس على الخصخصة حضروه هالبرنامج ولم وما حضروه إذا بدك مع النواب حضروه مع البلديات لأنه أقرب لحاجات المناطق يعني في 1200 بلدية باللبنان تقريبا اجتمعوا مع 1200 بلدية تشوفوا شو حاجاتهم تقدروا يعملوا هالبرنامج هاللي هي فعلا شو حاجات الناس رح بدي أسألك عن هال أبرز المشاريع مشاريع كلها بالمي وبالكهرباء بس على علمك ممكن يعني حزب الله وحركة أمل يمشوا به هالمشاريع لأنه كان فيه لهم موقع بسابق من قصة الخصخصة مش خصخصة مشاركة القطاع الخاص لا هني معه هني حطوا كل تقلون عم بيحكي عن حركة أمل عم بيحكي عن رئيس بري وعن بيحكي عن ياسين جابر يلي هو كان رئيس اللجنة الفرعية من شوقه أنا كنت معه ووزير جمال جراحي قبل كان تمام معه من شان قضية القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص انه يمشي وحمد الله انه مشي وهالقانون هيدا بده يكون ركيزة من شان كل هالمشاريع اللي بده تنعرض بهالمؤتمرات الكطاع الخاص يشارك الكطاع العام فيها ما بده يمول بده يفوت وبده يشتغل يلي هو اكيد بده يخلص فرص عمل للناس بتشتغل بهالمشاريع هل مفروض انه الكطاع الخاص يشارك بهالعملية هلا حتى يشارك الكطاع الخاص بالعملية في عنده شغلة وحدة بده ييها عارفين مستثمر بده شغلة وحدة بده شيء اسمه أثقة أثقة بس بالدولة أو أثقة قبل كل شيء بالقضاء يعني بدك مواحد جاي يستثمر بدك تحافظي له على حقوقه حقوقه هيدا اهم شيء بالنسبة له اذا مشاكل شوي امنية اوقات بيقدر يتخطاها نعم بس اذا حقوقه منه محفوظة ما بيجي طيب على علمك ابرز في مشاريع هكبرز معينة منقدر ندوه عليها بالمشاريع التي ستطرح بكل صراحة بسطول المبارع عشية وطبعتهم بس بكلهم في عندك صدود وفي عندك جر مياه اذا بدك بالقرى بكل مناطق لبنان عندك طرقات مثلا 38 كيلومات من خلدة لنهر إبراهيم هولي على علمك معالي الوزير مش منح هولي قروض ميسرة حسب في قصنبركي بيجي منح كمشاريع انا مني شايف رح يبعطوا مصاري للدولة لبنانية نعم الفكة فينا خفت بس تعيدت مؤخرا خلينا اقلك شو معناتها الفكة الفكة بقلف لها من عدة عوامل اول شيء الفكة بالبلد بتكون وقت للبلد يحترم امضا يعني هذا كان يقوله الله يرحمه للشاهيد ولحد هلأ عم نحترم امضانه شو معناتها عم نتدين عم يطلع عم يطلع فايدة كل سنة علينا عم ندفع الفايدة نهار اللي منقوله ما فينا ندفع الفايدة بتخف الفكة ونحن لحد هلأ عم ندفع الفايدة بس الوضع الاقتصادي بالبلد عم بيتراجع الوضع المالي يعني منهم مدخيد الدولة عم بتخف مش من وراء بس المشاكل اللي عنا اياها في لبنان من وراء منطقة كلها يعني بديك تصدري ع البيض العربية زراعة صناعة مشكلة سورية مسكرة بديك تبعتيون بالبحر وبالبحر بكلفوا اكتر يعني في مية مليون قصة هيدا كله هكل هاي العوامل قدت انه الاكتصاد حجم الاكتصاد خف نعم واذا هل حجم الاكتصاد خف باللبنان المصاري اللي عم تجي على لبنان عم بتخف فوق الدكة المصريات اللي كانوا عم بتحولوا من المختاربين اللبنانيين اللي عم يشتغلوا ببلاد العربية خفوا كتير لاش لانه الشغل هونيك خف من وقت اللي نزل سعر البترول يعني كم كله هيدا العوامل قدت انه في عنا انكماش بهالبلد اوكي اصبح شو بده هالمستثمر هالمستثمر بيجي بيقلك اوكي بس انا بدي شوف هالفساد رح يكمل بهالبلد بالطريقة اذا الفساد رح يكمل انا ما بديك يعني الثقة والشفافية مية بالمية الثقة الشفافية هو محاربة الشفافية والرئيس الحريري عامل شغلة فظيعة صار مطلع تلات مرات تعميم كرئيس حكومة على كل الادارات الدولة انه يطبقوا القانون هاليتصوت علي اللي هو حق الوصول للمعلومات مين مكان من الدولة اللي بشعر الانه من هاليمستمرار المدني بيجي 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 بكل مشاكل وش عم بتصير ودفات الرشوت وعم تتحضر كلها الامور هايدي مفروض تصير هايدي بتاع تثقة تثقة مش بس من المواطن بتاع تثقة من المستثمر ان كان اجنبي اما داخلي انه والله يا عم رح يكون كل شي شفاف وانا بتفوت بهالشغل وحكيت عن قصة احترام التوقيع هو ابرز احترام دفع احترام نحنا وقت نشانك وزير المالية بتشوفي كل شوي بوقت كنا بالوزارة يا اخوي يجي عم بيرجوف لازم نصدر ايروبونز لانه عنا استحاقات لكن الموازنة يلي هي اساسية بالنسبة للمؤتورات الاقتصادية هي المؤشر بس هي مثل ما قالت اليوم الجمهورية بس يبقى قاتل مع الوقت يعني ما رح رح تمر مهلة يوم الخمسة ادار اللي هي اقصى مهلة لحالتها الى مجلس النواب من دون ان تسلك الموازنة طريقة من اللجنة الوزرية لمجلس الوزراء لانه فيه نقاش مستفيد حولها يعني دخلت الموازنة بالمسار العكسي بالعد العكسي عملية يعني بتأمل انه ما يكون فيه خلافات على الموازنة فيه بعد ممكن يكون فيه خلافات على داخل الموازنة اه فيه كتير وزراء عم بيرفضوا انه ينزلوا 20% من الموازنة شو البديل عن تنزيل العشرين بالمية ما فيه بديل لا بالوقت الحادر بدك تشوفه كي بدك تخفض العجز حتى تخفض العجز مش فيه محلات تكون الهدر فيه اكبر من غير محلات بس هل فيك تاخد اليوم بشحطة قلم قرار انه فيه كذا موظف بالدولة ما عم بيعملوا شي لانه الادارة تبعيتهم اما الفرق عم بيشتغلوا فيه غير موجود بسكك الحديد مثلا بعثيك فيك تشتقولينهم هللي عم بيشتغلوا بسكك الحديد شو عم بيشتغلوا ياخد عراسي هللي عاديين بسكك الحديد وعندهم مع عشد تشتقولين فرد مرة انا ما عد فيه اتفلق لو عبيتك عم تخلق بدك تلاقي حل بدك تلاقيينهم وظائف بديلة بدك هيدا كله هيدا كله كمالتوحوا بالحكومة هو القطاع العام مع الوزير بيحمل كل هذا العدد من الموظفين بدك ارجع لشغلي وقتا كنت انا بالادارة بالتنمية الادارية جيت مرة على مجلس وزراء طلبت اذن من مجلس الوزراء اذن انه في عندي محادثات مع السندوق العربي السندوق العربي مستعد يعطي هبة هبة للدولة اللبنية منشان ينعمل دفتر شروط وهينجاب شركتين عالميتين اختصاص حتى يرجعوا يدرسوا الادارة العامة الادارة العامة وخاصة الهايكلية تبع الادارة العامة رفض وقدية عايزين والحاليين اذا في فائد كيف فيك ترجع من دول ما تشليهم اتأهليهم لغير وظائف دكور وقدية بتاخد وقت بركي عشر سنين بس بالقليل يبدك تبلشي بلشي نعم استدقيني انه ما طلعوا فيه كتير وزارة طلعوا فيه ودحكوا دحكوا انه من باب دحكوا انه انت وين عايش وين بعدك انه وين عايش يا عم يشوفوا انه عم ندرس الموازنة وقتا انه يا عم فيه مشروع ومراح يكلف لين نعم ولكن الوضع يعني كل الحكة وكل المؤشرات ان الوضع ما ممكن يستمر بهذا الشكل يعني واصلين على مأزك نعم اقتصادي كبير وكبير جدا وحتى اليوم عم ينحكى مأزك مالي مالي عفوا انه الرئيس سعون عم بيعمل اجتماعات غير معلنة ليشوف كيف بدهم يلموا الوضع المالي ما فيه حل هيك جزري تقولي انه ها هيدا بدي اعمله اليوم الوضع المالي عندك حاكم مصرف لبنان يلي عم بيشوف الوضع المالي شو عم بيصيره ولمصارف لانه كل المال موجود بين المصارف ها هالسيولة عم بتزيد عم بتخف كذا شو عم بيشو المؤشرات على الارض هالشو المؤشرات الاقتصادية كل كطاع بكطاعه هاللي ماشي مش ماشي وبيشوفوا شو بيدروا يعملوا بس اهم شي لهالمؤتمرات ان كان مؤتمر دعم للبنان منشان يضلوا متحمل هالقضيط اللجوء السوري يلي عم بيكلف كتير ان كان مؤتمر دعم منشان السلاح اما خاصة مؤتمر سادر يلي هو فعلا للبناني للبنية التعطية تب وقت بدك تروحي وبيقولولك وين موازنتك شو بدك تقولي شو عم بتقولي معا للوزير يعني انه لازم نصوت على الموازن لا اذا ما اقررت مش معناه انت ما راح تصير بس موقفنا بيكون اضعف اضعف حتى ندافع عن ملفاتنا ضروري اليوم المؤشرات اذا بتقري اخر تقرير طبع صندوق النقد الدول الامف عن لبنان مخيف نعم اوكي طيب لازم كمان ناخد بعين الاعتبار كل هالمؤشرات السلبية يعني معني شي اليونان وقت اللي صار عندهم مشاكل باليونان الارقام والمؤشرات كانت احسن من الارقام لبنان شو اللي اذا مخلى لبنان بعده واقف على اجره بتاع في حدا بيقلك القوعجوب اللبنانية القوعجوب اللبنانية انو هالبلد صغير واليونان بالقليلة في عندهم مشبورين كانت فاتين هن باليورو مشبورين كانو الالمان وكل دخلين باليورو يساعدوه لانو اذا لا بتنعكس سلبيا عليهم نحن مين بده يساعدنا وليلي سترولة مين بده يساعدنا اي حال اذا نحن معرفنا يعني قبعنا شوكتنا بيدنا وقت اللي منبلش نقبع شوكتنا بيدنا ساعة المجتمع الدول بيقول والله هو دي جماعة بلشوا يحسوا انه في مشاكل وعم بيجربوا يحلوها تعطى نساعدهم بس انه نيجي نحنا نظن نصرف بها الطريقة ونظن نعطى بها الطريقة بطريقة مش مدروسة ونظروا بعدين للمجتمع الدولي نقول ده عتساعدنا رح يقول لك لا يا حبيبي شوف انت كيف تساعد عليك ونحنا معك وبعدين هون نتذكر الله يرحمه لنائب الشهيد جبران تويني وقت اللي كان عم بيطالب بموضوع النواب انه النواب السابعين وانه قصة الرواتب وهيك لانه اذا بتقرأ الارقام اليوم من بعد سلسلة الرتب والرواتب الارقام يلي تدفع كمعاشات حجمها كبير وكبير جدا يعني مش بس عند النواب بمختلف القطاعات يعني هو ارار سياسي بالدرجة الاولى هو اول شغلة عند النواب انه وتطرعت سلسلة ترتب والرواتب النواب ما نزيد معاشاته ما نزيد؟ لا أبدا هلأ بهيدا الارتب والروات أبدا يعني مدير العام صار بيقبض اكتر من نيب حتى في قلة عدالة يعني نحنا اليوم امامت حركات مطلبية لأوجيرو ابرز ابرز يعني الواب نشمع تاني مسكري مقدر بينه انت فتحتها لها الموضوع بس انا بدي يحكي الحقيقة بكل واحد يحكي الحقيقة خلينا نترك هالحقيقة لبعد البريك لانه كانت وسع فيها اللي بدك تحكيها بكات المحكمة الدولية والمحكمة الدولية لاحظات ونعود اذا نعود لمتابعة الحلقة بالقسم الثالث والأخير تقريبا بعد معنا سبع دقايق كنا عم نحكي قبل بريك عن قصة الوضع الاقتصادي والارقام المخيفة للانفاق كرواتب بالقطاع العام وبمختلف الملفات سألتك عن الاتي من الايام بظل حركة الاحتجاجات اللي بعدها عم تتصاعد شيئا فشيئا للمطالبة بسلسلة الرتب ورواتب ممن لم تشملهم قلت اللي في حقيقة معينة بهذا الموضوع شو هي؟ الحقيقة المعينة انه الواحد اوقات بدو ينسى انه نايب وبدو ينسى انه بيمثل الشعب واوقات لازم مش يوصل صوت الشعب على البرلمان واوقات لازم يفسر للناس انه ممكن اللي عم تطلبوه حق ولكن هيدا كل شيء اللي هو وقته سلسلة الرتب والرواتب انا بيعتبر انه ما كان وقته ليش؟ لانه بدها تفتح باب على غير امور وعم نشوف اليوم شو عم بتصير كل واحد عم بيطالب يطالب بس هو من زمان ولا مرة كان وقته يعني لأ ممكن ممكن في ايام بتكون وقته بس سلسلة الراتب بديك تاخده بعين الاعتبار كل ليرة بديك تصرفيها وكل ليرة ممكن تصرفيها بعد ما تطلع الرقل من الناس راح يجو يطالبو باسم اسمه التعامل بالمثل يلي هو حق قانوني باب قلك لأ بس لازم تندرس فعلا متل ما هي منشان مش تجي شوي شوي لانه الدولة ما فيها تتحمل هلأ شو بيقولولك تمان كلام حلو بس كلام كيف بيطالب ايه وقفوا الهدر وقفوا الفساد فيكن تدفعوا كل المعاشات كلام حلو ممكن كلام موجود بس قولولك كيف فيه فوقف الهدر ووقف الفساد قولوليلي كيف كل واحد ببلش بإدارته يعني ببقى حل يمكن ملف الكهرباء يلي هلأ بدأ اسألك عنه اكتر الملفات يلي عم يستهلك من الموازنة بدأ ذكر الناس بس اللي عم يتسمعوا علينا لانه بتمرق الايام وبتنسى بس 17 أب 1998 قدي صار لي 98 20 سنة 20 سنة ترجعي على السجلات مؤسسة كهرباء لبنان مش انا عم باختراع اجت الكهرباء على بيروت 24 ساعة 24 واجت الكهرباء على المناطق اللبنانية 21 ساعة و24 على 24 هيدا كانت الجزء الاول من خطة الرئيس رفيق الحريري للكهرباء كان وقته اللي حبيقه الله يرحمه كان جورج فريم قبل إذا ألا ما كذبنا سهل وقفت بعدين ما عادنا عمل ورا مشروع بعدين الكهرباء بالخطة التانية والخطة التالتة من وقت اللي ما انتخب الرئيس أمير الحوض رئيس جمهورية بلشت السياسة تفوت وكل شيء اسمه حريري لازم يوقف نعم وبلش الهدر ساعتها الهدر 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 وكنا وصنينا على الافلاس بعد في مجال اليوم يرجع يعني ينعمل بهذه الخطة يلي كان وضع الرئيس شاهد رفيق الحريري أكيد ما بداش ل الخطة هي بناء ما عامل هلأ هلأ خيار البواخر اليوم خيار البواخر خلينا أقلي خيار البواخر أنا رأيي تسوق غلط أوكي اليوم كل شيء موجود كل شغلة وقدر بدك تعمل شيء بيكلف ضغري بيقوله في صفقة بيسرقة في سمسرة أنا فكري تسوق غلط قضية البواخر وهي البواخر إذا جبتيها البواخر وعطيت الكهرباء للناس بس بدك تعمل فيه إنه وقت اللي كل ميجاوات أما كل كيلوات عم تعطيه وعم بتبيعيه بالسعر الحالي اللي هو تسعة سينس وعم بيكلفك تلتعشر سينس معناتها العجز الكهرباء هيكبر لازم كمان واحد يكون له الجرأة ويقول للمواطن والله المواطن هيقبل يا جماعة يا سياسيين ما تخافوا وقت اللي بتقوله أنا بدي أعطيك ثمانتعشر ساعة أخي مش أربع عشر ثمانتعشر ساعة كهرباء بس عم بتكلف هاي دي مليارين دولار بالسنة للدولة لأنه الكهرباء عم بتكلفني أكتر ما عم تدفع ليه أنا مشبور زد لك أكيد هاي دي أزالة رح يخفف اشتراكه مع المولد تبع الحي أحلى ما هيخد منه عطول بيخد ست سبع ساعات وبيقلك أوكي أنا بدفع أكتر إزاي جتني كهرباء من الدولة ما نفهمين وين المشكلة يعني فيه سوق تسويق للموضوع فيه سوق تسويق بعد معنا تقريبا دقيقتين منها نحكي عن براءة زياد دعيتاني اليوم بتقول جريدة الأخبار إذا صحت الرواية الأمنية لما يجري فسيكون من واجب السلطة السياسية أن تحاسب المسؤولين عن العبث بملف أمني خطير كهذا يمس أمن البلاد وحياة المواطنين وكرامتهم هادي إذا كان مزبوط مزبوط وإذا كان غلط إذا لم يصر له من شهر 11 لا إني أصدن إذا صحت المعلومة أنه غلط أكيد 100% لازم يتحسب الناس اللي عملوا هالعملية كمان إذا ما بدل على خطأ بالتعاطي مع الملف من أول طريق ما بعرف كيف بدأ جاوبك أنا شوفيها اللي عم نقرأ بالجريدة ما بعرف إذا رسمي أما تحليلات عم نقرأ بالجريدة أنه صار فيه خطأ ما صار فيه شيء من عمل ما بعرف كيف طيب أوكي بدك تشوفه مين عملها العملي بالنهاية فيه شخص معروف بلبنان فنان معروف بلبنان كل عالم تحترمه ابن بيروت ومعروف شهو رأى فات عالحبش وعمله فيه العمال الغريبة الشكل أنه هو عم بيبيع معلومات لإسرائيل مشان اغتيال شخصيات برك الابناني ده العزالة مهم للهيئة مش مزبوطة طيب أنه كمان هيدا كمين بده تدله كرمته مين بده تدله اعتباره بتوافق على توصيف الموضوع بالفضيحة حسب كيف صارت إذا غلطة بدك غلطة خطيرة أما إذا معمولة قصد هيدا فضيحة كبيرة والحكا كرمت الناس ويهانت هيدا عنده عائلة هيدا عنده ناس هيدا عنده كان شغل عنده العالم تطلع فيك فعلا إنه شغلة من هالنوع أنا وقت ريتا ما كنت صدق المعلوم إنه الرئيس الحريري لعب دور بأن تكشف هذه المسألة يعني حتى هو موجود برياد كان عم بيتبعه ما معي خبر ريتا بالصحف مثلك أنا ما كان معي خبر إنه الرئيس سعد الحريري عم بيتبعه أبرابه عليه لأنه حقيقة شغلة حرام تتأملي تأملي شو بيكون قضة وتأملي شو إله من كنون الأول تشغيل التاني طيب هيدا الشي ما بيقول إنه ياما في كمان السجون من مظليم يعني كمان من الموقفين هيدا ما بيفتح كمان درورة فتح هذا الملف على مسرعي ملف كيف بدك تعملها بصوفي ما أميركا إنه واحد ظهر من الحبس بعد 30 سنة بريء بريء نعم نعم ولكن عندنا نحن موقفين بدون محاكمة معا للوزير في عندنا موقفين إلون سنين نحن في عندك موقفين من دون محاكمة يلي إذا تحاكموا بيبدون يتحاكموا بسجن أقل ما هن عادي بسجن من هلأ ما بعيد شو ناطرين بقى ما بعيد شو ناطرين حتى يطلعوا بقى من الحبس بركي كمان بدون توازن طائفة وحياتك معا تعريف هل خلاصة بكم وصلنا لختام وقتنا بدي أشكرك شكرا جزيلا أنا بتشكرك سعادة نائب الأستاذ نبيل دفراج وإن شاء الله بنرجع ونشوفك بالمجلس إلا بالمجلس يا برات المجلس بداركم تستقبلوني أكيد بالحياة السياسية شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة